هذا المشهد مرة واحدة على الأقل من كل شهر فلن يغطي أبو إبراهيم احتياجاته واستخداماته من الماء سنوات وأبو إبراهيم يعتمد على شراء الماء بعض القطاعات باتت شبهة طبيعية حاله كحال معظم الأردنيين الذين يخشون مشهد خزانات المياه الفارغة في فصل الصيف المياه على الشبكات ما ابتصلنا نهائيا في فصل الشتاء ابتصل قليل في الشهر أو شهر ونصف مرة وما بتكفح احتياجات المنزل معاناة كثير كثير فقر ماء مش معاناة نضوب في المياه الجوفية إثر الضخ الجائر وسدود جفت في بلد يعاني أصلا تراجعا كبيرا في مستوى الهطول المطري وما بين عوامل طبيعية وأخرى سياسية أهمها غياب العدالة إقليميا في توزيع المياه فمن سد الوحدة مع سوريا إلى مياه نهر الأردن مع إسرائيل سجلت السنوات الماضية تراجعا كبيرا بضخ المياه ومع زيادة أعداد السكان في الأردن إضافة لأزمات اللجوء بات المواطن الأردني يعيش ضمن خط الفقر المائي تراجع التدفق في نهر اليرموك بشكل كبير خلال السنوات الماضية حيث أنه كان التدفق عام 87 300 متر مكعب الثاني في نهر اليرموك الآن نتحدث عن أقل من متر مكعب في الثاني ونهر الأردن كان التدفق في هذا النهر سنويا يزيد عن 750 مليون متر مكعب الآن نتحدث عن 30 إلى 40 مليون متر مكعب أزمة وجودية في الأردن حذر منها البنك الدولي بسبب شح المياه تضاف لتصنيفه كثاني أفقر دولة مائيا في العالم وفي ظل البحث عن حلول تتعرقل بسبب الأوضاع الاقتصادية ومشاريع مائية مع وقف التنفيذ تقف الحكومة أمام تحدي كبير ينعكس على المواطني في بحثه عن الماء سوها جميل العربية عمان